تاجو إليك يا رب طوبة للأم التي ولدتك وأرضعاتك بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه علمنا كيف نصلي كما علم يحنى تلاميذه متى صليتم قولوا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطيانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقا من تحدث عنه الأنبياء فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابنا وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقا لهذه النبوة أعلن الكتاب المقدس أيضا أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله وهكذا كان يسوع ابنا لله ليس من منظور جسدي طبيعي بل من ناحية روحية ونحن نرى هذا واضحا في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته إذ شف المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله واعدا إياهم بنصيب في ملكوت السماوات ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم وقام ثانية قاهرا الموت قال يسوع عن حياته ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط لكنها أكدت أيضا حق كلمة الله المقدسة فقد قال الأنبياء قبلا إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتا في السماوات ويسوع نفسه قال السماء والأرض تزلان لكن كلامي لا يزول جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن مختارا أن يحيا كما يريد وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا ويعلن أن عقاب الخطيئة هو الموت أي موتا روحيا بابتعاد أبدي عن الله لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عيوضا عن ابنه هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلا عنه وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا لكنهم قد نجوا أيضا من دينونة الله الأبدية ضامنين لهم مكانا في الفردوس مع الله إلى الأبد يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصا من سلطان الخطيئة وهذا لا يعني اتباع دين جديد لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وهذا يعني أيضا اللجوء إلى الله واثقا أن يسوع سيدخل حياتك غافرا خطاياك ومغيرا إياك إلى الإنسان الذي يريده ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعورا عاطفيا فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيرا عن إرادتنا هذه وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصيا من خلال صلاة بسيطة قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله إن رغبت بهذا فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك أيها الرب يسوع أنا أحتاج إليك أشكرك لأنك مدت على الصليب لأجل خطاياي أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبالك مخلصا وربا أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه بينما أصبح واحداً من أتباعك آمين قال يسوع عن من يؤمنون به خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه وتذكر وعده الرائع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وها أنا معكم كل الأيام إلى انقذاء الدهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نر구 ترجمة نانسي ترجمة نانسي edge 90 الا pessim Sue اشتركوا في القناة Ambe mungu aliahidi kumtumo li muenguni Nabi Isaia liandika Bikira atachukua mimba na kuza mtoto manaume Na hivyo ikatokea Mungu kwa weza wake alisababisha maria Angali bado bikira kupata mimba na kuza mtoto Yesu Imiandiko katika mandiko Mujiza wa kuzalio kwake ulikuwa ni inshara ya mungu kwamba Mtoto huyu walikua ni masihi Ambe mungu alimuita manae Watu walipomona Yesu waliona asili na uweza wa mungu Aliponya watu na kuwasamee zambi zao Na kuwahidi mahali katika ufaluma wake Yesu alitua maisha yake Na kupata mateso kwa ajiri ya watu wote Kisha alifufuka Akionisha kwamba uwezo wake ni mkubwa kuliko uwezo wa mauti Yesu masihi alisema Nina uwezo wa kutuwa uhai wangu Na uwezo wa kutuwa tena Maisha ya Yesu ya likuwa kama manabi walivuandika kwamba masihi angekua Kweli Yesu ni neno la mungu Katika Yesu mungu anajionyesha mwenyewe kwa watu walimuengu huu Yesu masihi alisema Mbingu na dunia vitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe Hapo muanzo mungu aliumba mana ume na mana mke Ilikuamba wangeishi na furaha kwake Lakini hawakumuamini mungu na kutii amrizake Kitendo huiki chaibu kili watengenisha wawo na mungu Katika maandiko miandikwa Wote wamefanya zambi Na mshara wa zambi ni mauti Watu walefanya zambi hawawezi kuishi katika usianu pamoja na mungu Kama mungu alibomtua kondoo kufa badala mtoto wa Abraham Hivyo mungu alimtuma Yesu iliafe badala uzawa Adam Alifanya hivi ili wale wote ambawa na muamini Na kueka imani yao katika buwana Yesu Waweze kuenda katika uwepu wake Petro alisema Yesu ni yule ambaye manabii walitabiri Wakisema kwamba mungu atasamehe dhambi za kila mtu atakae muamini Kwa hiyo wale wa mfuatao Yesu Wataepuka hukumu na wataishi na mungu milele Wakati Yesu wamefufuka kutoka wafu Alisema kwa wa mfuatao Watu watatangaza katika jinalangu kwa mataifa yote Kwamba mungu anasamehe dhambi kwa wale wanaumgeukia na kutubu Yesu alisema pia Angetuma romta katifu kwa wanafunzi wake ilikuwaonyesha kweli Na kuwapo wezo wa kufuata njaya ya mungu Wakati mwanamuke mwenye dhambi alipotubu dhambi zake na kwanza kumufuata Yesu alisema kwake Umesamehe wa dhambi zako Umeokoleo kwa sababo meniamini Yesu alisema watu wanapumpenda mungu kweli Ni ushaidi kwamba mungu amewasamehe dhambi zao Yesu masihi aliwaita watu wa mfuati Wakati muhalifu pale msalabani alimuamini Yesu na kuomba kukolewa Yesu alisema Leo hii utakuwa nami peponi Wale ambao wanamua kumufuata Yesu wanaweza kuwanza usiano wao nae kwa kutumia sala kama hii Mungu baba Wewe ni mwenye haki Na kushukuru kwamba wananipenda Na juta kwamba nimetenda dhambi na kutotie amrizako Na shukuru kwamba ulimtuma Yesu kufa msalabani kwa niyabayangu na kwamba kafuka toka kwa wafu Na kushukuru kwamba aliumia kwa dhabu ya dhambi ni zozifanya Nina kupokia Yesu kama buwana na mwokozi wangu Na kushukuru kwamba umenisame dhambi zangu Na umefungua njia kwa jiri yangu kuwa nawe daima Na kuomba unipe roho takatifu wako Awenami na kunionyesha njia yako Anipe uwezo ili ni kupendewe kwa moyo wangu wote Na kuishi maisha na ukupendeza Na watu waweze kukusifu Wewe popote ulimoenguni Amen Yesu alisema kuhusu wa mfatao Kondo wangu wa isikia sauti yangu Na amina wajua na wanifata Wa mfatao Yesu kutana pamoja Wanazungunza na iklasiku Wanajifunza nenolake katika mandiko Wanatafuta kufata mfano wake Na wanambia wengine kusu yeye Yesu huwasaidia wao na kuatia nguvu kupitea wezo wa roho wa mungu Ambaye anaishi ndani ya mioyao Wanaweka mioyoni mwao Yale Yesu aliyo esema Wakati akipanda juu kwenye kitichakecha enzi mbinguni Mungu amenipa mamlaka yote mbinguni na duniani Kuwa na hakika na hili Na aminipo pamoja nanyi daima Hata muisho walimuengu Mungu amenipo pamoja kwenye kwenye katika aminipo lakika itikakecha enzi mbinguni na duniani Mungu aminipo pamoja ni ya mioyoni na nani